عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبدو أكثر انخراطا من سابقتها في مكافحة الإرهاب يأتي هذا فيما تحقق القوات المشتركة انتصارات جديدة ضد داعش في الموصل القديمة أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه حصل على تأكيدات بمزيد من الدعم الأمريكي في قتال تنظيم داعش لكنه حذر من أن القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية للقضاء على هذا الخطر تصريحات العبادي جاءت عقب أول لقاء له في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قال العبادي أن ترامب أكثر تحمسا لقتال المتضرفين من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما أشار العبادي إلى أن الدعم الأمريكي للعراق لن يستمر فحسب بل سيتصارع دون أن يشمل إرسال أعداد كبيرة من القوات العسكرية الأمريكية إلى العراق وأضاف العبادي أن العلاقات بين البلدين لا تقف عند الجانب العسكري بل أنها تشمل قضاعات الاقتصاد والطاقة والجوانب الثقافية من جانبه أشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اجتماعيه مع العبادي بل قوات العراقية التي تقاتل داعش متعاهدا بمواصلة دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب منتقدا أيضا انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011 ميدانيا حررت القوات العراقية حيى الرسالة بالكامل في الجهة الشمالية للساحل الأيمن للموصل وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رأي جودت أن عشرات القناصين التابعين للشرطة الاتحادية يعتلون اضطح المباني في مدينة الموصل القديمة بهدف تدعيم الحافات الأمامية للقضاعات المتمركزة على مشارف جامع النوري يأتي هذا فيما تدور اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية وعناصر داعش في شوارع أزقة الموصل القديمة فيما تستهدف الطائرات العراقية بكثافة مواقع داعش في المدينة